مرحبا، شكراً لتابعتكم تاكمشن هالفيديو سيكون تقني كثير، لكن مهم كثير، ونصحكم تتابعوه خصوصاً إذا كنتوا جيمرز نسألت كثيراً على القناة إذا ساعدت باختيار أفضل راوتر للمنزل خصوصاً للي عندهم سراعات إنترنت عالية هون بمنطقة الخليج ويلعبوا ألعاب على النات ويشتكوا دائماً من سراعة الراوتر اليوم سأشرح لكم المواصفات الخمسة لكل راوتر ماذا يعني وكيف تختاروه عند تشتروا راوتر جديد للبيت خصوصاً عند تكونوا جيمرز تعبونا اليوم سأعطيكم مثال جيد عن راوتر منزلي ممتاز من شركة TP-Link هو Archer AX6000 هو مجرد مثال عن شو ممكن يكون الراوتر المناسب للبيت عندكم بناءاً على المواصفات اللي رح نحكي عنا طبعاً في ماركات أخرى في أنواع أخرى من نفس الشركة وأكيد بنصحكم دوماً تفت شوان أفضل مواصفات بأرخص سعر وقت تشتروا شيء خلنا نبدأ رقم واحد واي فاي ستاندرد أو نظام الواي فاي أكيد وقت تشتروا راوتر بيجي البيع لحتى يقنعكم إنكم تاخدوا 802.11ac أو 802.11ax إنه هي أسرع وهي ريلايبل أكتر وهي متوافقة أكتر هدول الأرقام بعبروا عن ستاندرد الواي فاي أو نسختها خلنا نبسطها أكتر 802.11ac هي اللي نسميه اليوم واي فاي 5 أو واي فاي 5 موجودة بغالبية الراوترات تبعاتنا اليوم ممتازة بكتير معايير بس اليوم في عنا شي جديد اسمه 802.11ax هي اسمه واي فاي 6 الفرق الأساسي بين واي فاي 6 و واي فاي 5 ليس سرع التقل البيانات بحد ذاتها وإنها مطاريقة نعلى الواي فاي 6 تنقل ضمن باكتات أو حزم أكبر بكتير وبتعطي موثوقية أعلى وثبات أكبر بين البيانات ملخص الميز الأولى إذا أنت جايمر شتري راوتر مع تقنية واي فاي 6 أو 802.11ax المثالي بين إيدينا الارتشر ax6000 من شركة تي بي لينك يدعم واي فاي 6 رقم 2 الترددات كلنا منعرف أن الواي فاي تبث على الترددات 2.4 و 5 جيجا هرتز لماذا؟ لأن هؤلاء الترددات المجانيين المسموح لإستخدامهم من دون استئجار من الدولة بأي دولة بالعالم لهذا مثلا جهاز تحكم الدرون يكون على واحدة من هؤلاء الترددات دوما ماذا الفرق بين 2.4 و 5 2.4 جيجا هرتز مداء أبعد بس سرعته أبطأ أقصى سرعة له هي حوالي 1000 mbps 5 جيجا هرتز مداء أقل بس سرعته أعلى سرعته ممكن توصل أعلى بمنح من gbps بالتالي إذا كنت ساكن في بيت كبير والروتر بعيد عنك ستحتاج 2.4 هذا شيء ماني كويس لإلك لأنهم تحرم نفسك من سرعة تقل بيانات العالية لذلك كتير ضروري تختار روتر بدعم الترددين سوا شبكة ثنائية لكن أين المشكلة؟ المشكلة أن هناك روترات تدعم شبكة ثنائية عن طريق أن تعمل شبكتين فعليتين هذه مانا منيحة لأنه يجب أن تبدل بين هالواي فاي وهالواي فاي كل ما تغير مكانك يدوياً اختاروا روتر بدعم الشبكتين تلقائياً نسميه Seamless Change يعني الموبايل أو البلاي ستيشن أو أي جهاز تدقل تلقائياً بين 2.4 و 5 حسب الأقوى الأفضل و حسب المكان الذي فيه منذ ما تدخلوا عبداً لا ستزيد أوضح أكثر لأن الموضوع مرتبط بالنقطة اللي بعدها مباشرةً الشبكة الثلاثية بدل الثنائية فإذاً رقم ثلاثة الشبكة الثلاثية ترايباند حكينا أن الروترات ستعمل بس على 2.4 أو 5 جيجا هيرتز كل الروترات اليوم بتعطي شبكة ثنائية 1.2.4 و 1.5 لكن اليوم لدينا روترات مثل المثال اللي معنا اليوم Archer AX 6000 من شركة TP-Link بتدعم شبكة ثلاثية لتحسين سرعة وثبات نقل البيانات اللي بيصير أنه بيكون في عنا شبكة 1.2.4 و شبكتين 5 الشبكتين الخمسة بيشتغلوا مع بعض لحطين قول البيانات بشكل مشترك بحيث أنه الضجيج أو التداخل بقله وبتزيد الفاعلية وبتزيد الموثوقية تبع الشبكة هالشي بيعطينا سرعات نقل البيانات ممكن توصل لحد 4 جي بي بي اس بالمثال اللي معنا الي هو AX 6000 من TP-Link TP-Link على جهاز تاني اسمه AX 11000 كمان بيعطينا السرعة الموجودة باسمه 11000 Mbps وهذا كله بفضل الشبكة الثلاثية الخاصية رقم أربعة جودة الخدمة بسموها QoS هي طريقة لقياس جودة عمل الراوتر تتألف من ثلاث معايير أساسية المعيار الأول هو Packet Loss أو خسارة الباكت يعني بتطلب بيانات أو بتبعت بيانات ما بتوصل للطرف الثاني هي بالجيميك مش الكبيرة لأنه ببساطة بتطلع برات السيرفر بمجرد ما أصارت خاصية الثانية هي Jitter تعني الرجفام الشبكة بترجف بتأثر على جودة نقل البيانات هي بتأثر أكثر على اتصال بالفيديو وبالصوت أكثر ما بتأثر على الألعاب المعيار الثالث هو زمن التأخير العالي Latency هي بتعني ببساطة زمن لازم لنقل البيانات من لما بتطلع للمان بتوصل كل ما قل زمن التأخير كل ما كانت الفعالية أعلى طبعاً وطبعاً شوي التأخير الصغير بالألعاب ممكن يكنفك حياتك يعني مو حياتك الحقيقية بعيد الشر بس حياتك باللعب طيب هي كيف من إيسا وقت اللي بدنا نشتري راوتر الحقيقة لليوم ما في أي شبكة ما بتعني من هذه المشاكل الثلاثة الشطارة الحقيقية هي قدرة الراوتر أنه يعرف لمين الأفضلية بالشبكة الأقوى يعني إذا أنت عم تلعب على بلاي ستيشن وأخوك عم يحضر على نتفليكس مين عنده أولوية بالشبكة الأقوى؟ هون بيتدخل الذكاء تبع الراوتر حتى يضمن الإشارة الأفضل للي بيحتاجها أكثر المثالة اللي بين إيدانا الArcher AX 6000 من شركة TP-Link عنده قدرة على تخصيص جودة الإشارة الأفضل للألعاب دوماً من أين كان جاء الألعاب؟ يعني عندما تلعب على كونسول، عندما تلعب على موبايل عندما يشوف هو فيه لعبة يخصص لك دوماً جودة الإشارة الأعلى منيجي على الخاصية الأخيرة رقم خمسة اسمها مو ميمو مو ميمو ملتي يوزر ملتي إمبوت ملتي أوتبوت يعني بالعربي مدخلات متعددة مستخدمين متعددين مخرجات متعددة معقدة شوي؟ دعني بسط لكم بالواي فاي التقليدي القديم أول نسخة من الواي فاي اليوم بس نسميه واي فاي كانت القاعدة هي كالتالي تحضر؟ يحضر واجبك كان واي فاي عربي بكرم الضيار في حقيقةً أي جهاز يتصل؟ يأخذ الشبكة كلها يتصل لبعده؟ يأخذ شوي صغيرة ويظل أغلبية الشبكة عند الأول وهكذا اليوم مع نظام مو ميمو الشبكة تنقسم لستريمز أو حزم أو مسارات كل مستخدم يأخذ حزمة وما بيأثر على الحزم الباقي للمستخدمين الثانيين بحيث أن الأداء يكون متساوي عند الكل مع أفضلية طبعاً للي عندهم أفضلية مثل أفضلية الألعاب اللي حكينا عنا قبل شوي فإذاً، تأكد أن الروتر اللي تشتريه في تقنية مو ميمو المثال اللي معنا الارشر ايكس 6000 من شركة تي بي لينك بدعم 8 ضرب 8 قنوات مو ميمو بالتحميل وبالتنزيل وهذا الشي بيعني أنه أكثر من 8 أشخاص بيقدر يستغلو مع بعض بنفس راعة التحميل ونفس راعة التنزيل طول الوقت هاي كانت الخصائص الخمسة المهمة اللي لازم تدرسها قبل تقرية تشتري الروتر للبيت خصوصاً إذا كنت جايمر طبعاً في نقاط تانية مهمة بتنصحك تاخدها بعين لأتبار مثل وجود تطبيق على الموبايل بيخلي الإعدادات سهلة الوصول وجود خدمة أمان وحماية تصميم المناسب لبيتك وكمان وهي نقطة مهمة قابلية التحديث والتطوير بالمستقبل يعني مثلاً بتقدر تضيف نوتس جدد عليه ولا لا هل هو مش ولا لا إن شاء الله هالمعلومات كانت مفيدة بالنسبة لإلكن وعطتكم صورة أفضل عن كيف تشتروا الروتر المناسب لمنزلكن شكراً لمتابعتكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتابوني على إنستجرام وأنا بشوفكم بالفيديو القادم